امبارح كمان كان فيه مطش مهم جدا اتعادل غزل المحلة مع البنك الاهلي بدون اهداف وبكده غزل المحلة في المركز ال 16 برصيد 33 نقطة ومحتاج انه يفوس فيه المباراة المقبلة قدام حرس الحدود ده بالنسبة له لكن البنك الاهلي حاليا هو في المركز ال 11 وبيضمن استمراره فيه الدوري للموسم المقبل رسمية كمان الاسماعيلي ضمن البقاء فيه الدوري فيه ان شاء الله الفترة اللي جاية وبكده صراع الهبوض بقى بيشتعل بالمعنى الحرفي ما بين اسوان والمحلة والدخلية كلام محترم جدا طبعا وفكر مبارح لما كنا قادين مع طبعا ضفنا ناقد رياضي شادي محمد ولما قلنا وسألناي على فكرة انت تتوقع فوز او تعادل سيراميكا بيرميت قالك لا صعب جدا ده سيناريو مش هيحصل رغم ان انا كنت برضو اتكلمت معنا وانت ان فيه احتمالية ليه لا يعني بلغة الاركام سيراميكا برضو لا ايه ده كان يحقق فوز او تعادل على الاقل مع بيرميت زي يعني وقد كانت على كل حال زي ما كنت بتكلم من برحل كان فيه انقسام كبير جدا بسيكة مباراة حلوة بالمناسبة وده اللي يسعيدك ان انت كريم برضو مهما كان ترتيب الدوري عندك انت عندك فيه تنافسية شديدة بين بعض الفرق حتى الفرق اللي هي حاليا بتنافس يعني او بتتنافس او بتحاول تهرب من طبعا الهبوط لكن هي كانت مقدمة برضو موسم رائع يعني خلينا نتكلم بمنهم اسوان بالمناسبة اسوان كانت مقدمة برضو موسم كيس جدا رغم الدروبس اللي حصلت بس هي كانت بدية بداية موفقة جدا فعلى كل حال يمكن كمال مع تغيير اسم الدوري واللي احنا بنشهده ومبارح اللي اعلننا عن طبعا او كنا بنتكلم عن الحدث الاكبر العالم كله او المهتم يعني بيئ الدوري المصري كان بيشهده قالك فيه امل كبير ان شاء الله لان الموضوع ليس فقط تغيير اسم الدوري زي ما كنا بنتكلم طبعا قصة ان هي وراها حاجات تانية خالص وراها تطوير ملاعب تصوير كل حاجة كانت محتاجة ان هي تم تعديلها وتطويرها بصراحة كانت لا تليق هذا المستوى كان لا يليق بيئ الدوري المصري الممتاز فانت بتتكلم دلوقتي فيه سبونسر معك تلات مواسم او تلات سنين ان شاء الله يقدم لنا شكل مختلف تماما للدوري المصري وكمان يكون فيه تطوير في الكرة المصرية ده اكيد اللي احنا بنأمله الفترة اللي جاء لان الدوري المصري يا حضرات كان طول عمره وعنصر جذب كبير جدا حتى لكل اشقاءنا في الدول العربية طول عمر الدوري المصري مشتعل وقوي بيضم اسماء تخض وبيضم يعني فنيات ومهارات ولعيبة حريفة على اعلى مستوى وكان بيخلوا من اللغط اللي كنا احنا بنتكلم فيه بقالنا فترة طويلة الحقيقة شوية النواقص وشوية المنطق اللي ساعات بنشوف له مظاهر معينة فنتمنى ان شاء الله ابتداء من الموسم اللي جاي نجد ما يسررنا لما نتابع كل الموشات ان شاء الله